الفيلم اللي معرفش كامل مارتن مكدونة واللي المرة دي بيرجع فيه لحقبة تاريخية قديمة شوية وبالتحديد سنة 1923 في القرية الخيالية الملقبة بإني شيرن عشان نشوف انهيار صداقة ما بين بادريك وما بين كولم بادريك اللي بيجسده كولين فارل اللي بيقدم أفضل موسم ليه النهاردة كولم اللي بيقوم بدوره بريندين جليس وفي يوم من الأيام بيصحى عم كولم عشان يقرر انه مش عاوز يبقى صديق بادريك إني مور مما يتسبب فيه توطر العلاقة ما بين الصديقين وتوتر العلاقات المحيطة بهم فسواء من خلال أصدقائهم المشتركين أو الأماكن المحدودة جدا اللي بيترددوا عليها وبعد أصدات الأسرية كمان المتمثلة في أخت بادريك اللي هي الاسم الوحيد اللي منساعة لما شفت الفيلم الغاية دلوقتي مش قادر أنساعة يعني الشخصيات بتاعت الفيلم كلها أسميها هربت مني وده مؤشر مهم شابان ديت مغابتش عن مخي لحظة من أول اللحظة في الفيلم من أول مرة تقلق اسمها في الفيلم لغاية لما الفيلم خلص لغاية اللحظة دي أنا أول لما سمعت عن الفيلم ده شفت تريلر بتاعته فتصت على روحي متضحك من التريلر وأول سؤال جي في دماغي ما بقاش عارف يطلع منه هو ده يتعمل منه فيلم إزاي يعني واحد صحي الصبح قرر أنا مش عاوز أبقى صاحبك تاني ليه؟ ما عنديش سبب مش عاوز أقول وشوف حتة تانية أقعد فيها ويلا يلا من هنا الراجل ده قرر في يوم من الأيام إنه هو ده الانطلاق اللي حيبني عليه فيلم طويل أنا معرفش أبني عليه قصة قصيرة أصلا مش فيلم يعني هو بنى عليه فيلم على بعضه كامل بأحداثه بأبعاد شخصيته بدراستها بأحد الأبعاد التراثية زي ما الراجل قال مهمة جدا ومش شاف فيها أي مشاكل على الإطلاق وفي نفس الوقت تعليق اجتماعي بسيط جدا ليه علاقة برحلة الإنسان في الحياة والوقت اللي لما بيحس بإمته بيبتدي يعيد تقييم أولوياته وبيبقى نفسه يعمل حاجات لأن الانتاب كولم الانتاب الشخصية بتاع بريندن جليسن هو حاجة من الحاجات الكتير قوي اللي احنا بنفكر فيه وبنصرفها بسرعة هي اللي هي عمرك في حياتك ما بتأكت قانت في إنك تشوف إنسان وصل به حدة الإيمان بالإمبولس ديت إنه هو ياخد تجاهها خطوات ويصدقها لهذه الدرجة هنا بس تقدر تشوف دي حاجة إزاي ممكن ينتج عنها فيلم بجد ما هيش مجرد حاجة عابرة أو فكرة مجنونة جات على بال الراجل وخلاص إيه إمبولس ديت أقم هي الأفكار العابرة المجنونة اللي ما بتنفذهاش يعني أنا مثلا نصحيت النهاردة فجأة دخلت على الستريم لقيت ناس كتير عمالة تهزر على موضوع سخيف دوت وأنا عاوز أتكلم شوية في الموضوع اللي عايز أتكلم فيه هواجس 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 it's أوضح بشكل كبير الهاجس اللي جي في دماغي وانتو عمليين تقوله سخيف ومش سخيف وتتحك وتهزر طب ما أنا ممكن أقفل ديك أم الستريم وأم مسك فدي كانت إمبولس بس I didn't act on وما علش بمنتهى الأمانة اللي حصل ما بين كولم وما بين بادريك دوت مش طيقك مش طيقك حتيجي تكلمني وتقولي ننزل حتحجج لا والله مش فاضي لا والله معرفش مين مرة في التانية في التالتة حأحرج حطر أنزل معك ولما تيجي سرتك أقول عليك حبيبي وصحبي وأخوي مش طيقك بس الواقع هو وأن أنا مش طيقك فإن فيه واحد يطلع يقول بشكل مباشر أنا مش طيقك أنت ممل أنا وصلت المرحلة في حقيقتي المفروض أكون مهتمة بأمور تانية مش غريبة اجتماعيا ولكن منشلش من الصورة إن فيها تعقيب تراطي مهم جدا على الحرب الأهلية الأيرلندي لما قررنا في يوم من الأيام إن إحنا نبقى عداء رغم إن إحنا كنا أصدقاء الحرب الأهلية يا جماعة قامت ما بين اللي هو الجيش الجمهوري بتاعت آيرلندا من بريطانيا ودول كلهم في الأساس كانوا الجيش الجمهوري الآيرلندي كانوا بيحربوا مع بعض ضد الإنجليز وفي يوم من الأيام اختلفوا وبتدوا يضربوا في بعض ولما ضربوا في بعض موتوا من بعض أكتر من اللي ماتوا في حرب التحرير أصلا لو دي صورة مش عبثية بالقدر الكافي بالنسبة لكم شوفوها جوه الفيلم وانتو تعرفوا الأحداث والرسائل وكل حاجة حصلت جوه الفيلم كانت بتعبر لك عن إيه على الجانب التراث وفي نفس الوقت ما هيش رمزياته وبس لغاية لما بدأنا شكل معين من الأحداث حاسس ان هنا حصل انفصل شوية هنا في اللحظة ديت لقينا نفسنا بنتكلم بشكل أوضح عن الرمزيات دس مفيش مبررات كافية للي بيحصل قدامي على الشاشة انت دلوقتي عملت بعتلي رسائل وعملت بعتلي انعكاسات وفقط زي ما كنا بنتكلم النهاردة بشكل عام تيم مشتركة ما بيننا موضوع الرجل العمالي يدور اللدق كل شوية لازم يروح يحرك عصاي عشان اللدق تفضل تدور في مرحلة معينة الدراما سقطت شوية من الرجل ده كل أفلام مارتن مكدونا ما ظنش ان يتحكت فيلم ممكن يتصنف على انه جاد بهذه الدرجة من ثبات المستوى اللي معاه هو بالتحديد ده بان شيز وفقين شيرن دوت حتى في أحلك المشاهد أنا مش عارفة بطل ضحك ودي أنا شايف نهاية دي الصفة أو السمة الأساسية المميزة للفيلم ده طريق التدفق الحوار ما بين عدد الشخصيات بإيقاعه لأنه سريع جدا 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 والتنقل المجنون ما بين الكوميديا والجدية ومش بس الجدية ده زي ما الراجل قال السودوية كذلك مارتن مكدونا يا جماعة من أحسن الناس في الدنيا اللي عنده النطات ما بين الكوميديا والجدية والسودوية ده نتكلم على تريبل بوردز وهو فيلم قديم شوية فممكن نتكلم دموية جبارة في وسط مشهد أنت لسه بتضحك يعني أنا من اللي أنت عملته أنا لسه بتضحك وفجأة تروح صدمني بحاجة اللي هو أنا أنا كنت في وسط تضحكة ما سبني خلص دحك الأول إيه اللي أنت بتعمله ده أنا توركس في ناس تانية ممكن تعمل كده وتلاقيها مش شغالة تلاقيه ما عندهش تحكم قوي في الإقاع هنا توركس الشخصيات مبررة لانتقالات دا كولن فارل برينس جبار أبعاد شخصيته عظيمة أصلا لأن أنت لما تيجي تفكر فيها هو ضل هو مش عبيت وهو مش أهبل ومش سخيف ومش ضعيف ومش كل الحاجات دا حتى يعجبك جدا في طريق تصميم السمات الشكلية بتاعت الشخصية أنه هو لبسا وهيئة لم بهدل ولا معفر ولا شكله قبله ولا كلام زاداد شخصية محترمة أصلا لما تشوفه في التريلر تصدق أكتر أنه من الأغلب هو شخصية ذكية بس هو زي ما الراجل قال بالزبط ممل حياته بسيطة ورادي بيها ونفسه أنها تفضل زي ما هي للأبد ومش عايز يغير فيها حاجة عاوز يشتغل شغلانته البسيطة يراعي البهايم بتاعته يقضي وقت زريف مع أخته يصهر بالليل في البار مع صاحبه وخلصنا على كده مش عايز حاجة تانية علاقته مع أخته رائعة والصراع اللي عند الأخت دبار هي بتحب أخوها وشايفة أهميتها في حياته وشايفة أنه في الظرف ده بالتحجيد صاحبه بيتخلى عنه ومع ذلك القرار الصعب حياتي ولا حياتك حوصل لإيه في الآخر بس أنا عندي تأدير خاص لباري كيون لأن الدور بتاعه وانت بتتفرج ممكن في الأوقات اللي بيظهر فيها تقول أنا مش عاوزك على الشاشة لأن اللي بيحصل ما بين بادريك وكولن أهم واللي بيحصل ما بين بادريك وشبان أهم بس الولد بيخش بأبعاد شخصيته اللي زي ما بقولك انت ممكن تتفرج على الفيلم وتطلع تقول هي الصراحة شخصية دومينيك دي مش مهمة أصلا بس الواد لا الواد فرض أهميتها فرض لها حضور مهم جدا جوا الأحداث لأنه هو في أغلب الأوقات شخصية مفعول بيها يعني هو زريعة بس لتأجيج الموقف بتاع كولن فارل تجاه الزبط بتاع البلد والكلام دي كله ومع ذلك لا هو طلع يعني طفع على السطح كده وقالك معلش أنا لما أطلع تفرج علي شوف طريقة إلقاء وطريقة طريقة أيرلاندو يعني كل واحد منهم ليه أبروتش مختلف وطريقة مختلفة في تقمص الشخصية الأيرلندية ده شخص ده حاجة تانية مش شبه التلاتة كمان فأنا عندي تأدير رائع لباريك فون في الفيلم ده لا لا تتصميم الشخصيات وطريقها حاجة مثيرة جدا للإعجاب يا جماعة التقييم تمانية من عشر نحرق شوية عشان أقول لكم المشكلة المشكلة في لما هدده بأنه هو لو ما سابوهش في حاله لأن التاني مش قادر يفهم يعني إيه مش هنبقى صحاب تاني يعني ده موضوع أكيد ليه علاج وممكن نحله وممكن كلام زي ده فهو التاني بيقوله علشان تفهم لأنك مش عايز تفهم يعني كل مرة حتزعجني فيها نفذ التهديد دوت بالفعل إيه الرمزية بتاعت الموضوع دوت أتصور المفهوم بتاع الحرب الأهلية في أن الناس بقت بتموت روحها بتأذي نفسها بتقضي على مستقبلها اللي يا دوبك لسه كسبنينه بحجة رغبتهم في التحارف أتصور إن ده الرمزية هل الرمزية ده تنعكس دراميا على حاجة ليها معنى جوة الفيلم نفسه أبعد من أن شخصية كول جالها نوع من أنواع الخلل العقلي طيب هل الخلل العقلي دوت مشروح بشكل كويس متمهد له ليه نتائج واضحة جوة أحداث الفيلم الحقيقة لا فهنا أنا حاسس أن الرمزية طاغت قوي على الدراما بالإضافة لأن التعقيد اللي قام بيه بادريك بأن هو يلفظ التلميذ اللي كل كان متبنيه وكلام زي دوت بكده خيبانة شوية كوميدياتها مش حلوة أصلا كمان حاسس أنها بتعكس بعد شرير شوية عند بادريك أبعد شوية من اللي تم تقديمه عنه في بداية الفيلم فدول مشكلتين عندي مع السيناريو تقنيا فنيا ما عنديش ولا بربع جنيه تعقيب التجربة البصرية من أجمل ما يمكن كدرات الفيلم رائعة زي ما بقول لكم سحر الأماكن المحدودة اللي الأحداث بتدور فيها من أجمل ما يمكن أصلا بس لو ما حد شغل باله بالرمزيات عاماتا حيلاقي حدوطة صالحة اللي استمتاع جدا تتطفق لغاية النقطة بتاعة لغاية النقطة بتاعة أجزاء من جسم وهنا بحس أن الموضوع ميل أكتر على الرمزيات وانفصل بشكل كبير عن القصر وفي الحتة دي بالتحديد بيقرب أكتر من مدرسة مورتن مكدونة في حاجة زي سيفن سايكوباتس اللي هو شخصيا أقل فيلم بحيب بولي بس خلاص بطلنا حرق بطلنا حرق